بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مثأبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري من معاجز سورة التين في مسألة قضاء الحوائج وإزالة الغم والشفاء وإزالة الشيخوخة النبي صلى الله عليه وآله بصريح العبارة يقول من قرأ سورة التين كتب الله له من الأجر كأنما تلقى محمدا صلى الله عليه وآله وهو مغتم ففرج الله عنه أي عندما ترى النبي صلى الله عليه وآله هو مغتم وفرج الله سبحانه وتعالى عنه غمه فكم يكون النبي صلى الله عليه وآله سعيدا منشرحا مسرورا أنت في هذه اللحظة تلقاه اليوم أرى النبي صلى الله عليه وآله قد أزال الله غمه وجعله سعيدا مسرورا وأراه بهذه الحالة من السعادة والسرور وتراه أنت بعينك بهذه السورة هذا يدل على أنك لو طلبت من النبي صلى الله عليه وآله بعد قراءة سورة التين ما شئت فإن النبي صلى الله عليه وآله يقضي حاجتك كالشخص الذي تراه مسرورا في قمة سروره فتطلب منه من المستحيل أن يردك لماذا؟ لأنه يكون مسرور منشرح الصادر مرتاح زال همه وغمه إلى غير ذلك بالإضافة قال النبي صلى الله عليه وآله وإذا قرأت على الطعام صرف الله عنه بأس ذلك الطعام ولو كان فيه سما قاتلا وكان فيه الشفاء يعني بمعنى دائما وأبدا المرضى عليهم أن يقرأ سورة التين على طعامهم أولا كي لا يضرهم هذا الطعام ثانيا كي ينزل الله سبحانه وتعالى فيه الشفاء ينزل فيه الشفاء كما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بأن سورة التين ماذا تعطي؟ سورة التين ماذا تعطي؟ قراءة سورة التين ماذا تعطي كذلك؟ سورة التين من قرأها؟ أزال الله سبحانه وتعالى كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أزال الله غمه قراءة سورة التين تزيل الغم والهم أما من الناحية المادية فأكل التين هذه المعجزة الكبيرة لأكل هذا التين ما هي معاجزه؟ أولا التين يعطي الجسم الطاقة والحيوية ويجعله في شباب دائم فلا تأتيه وتهاجمه الشيخوخة بشكل سريع ثانيا التين يخفض نسبة الكوليسترول في الدم هو منظم جيد لأصحاب ضغط الدم ثالثا يعمل على تقوية القلب وكذلك يعمل بعملية التمثيل الغذائي في الجسم بشكل جيد رابعا يزيل أعراض الشيخوخة المبكرة والحد منها خامسا يعالج الرجل من ناحية ضعفه وكذلك يزيد احتمالية الحمل عند النساء اللواتي لديهن الحمل بنسبة ضعيفة يساعد خلايا الجسم على أداء عملها بشكل جيد وممتاز ولأطول فترة ممكنة وكذلك يعطي الجسم القدرة على العمل وضبط النفس هذا إذا أنت تأكل التين وهناك فوائد كثيرة كذلك يعني التين يعمل على إذهاب النتوء العظمي يعني يوجد الموجود في القدم كل التين فيذهب هذا النتوء العظمي يقوم بإذهابه شيئا فشيئا يقوم بذهابه وصراحة يعني أنا قمت بتجربة ذلك بنفسي أكلت التين لفترة لأني لا أريد أن خرج نتوء عظمي في كعب القدم ولم أحب أبدا بأن أزرق أبرا في هذا المكان ولذلك أخذت حديث النبي صلى الله عليه وآله بأنه من خرج نتوءا في كعب قدمه أو كذا بمضمون الحديث فليأكل التين فقمت وأكثرت من أكل التين في تلك الفترة وبحمد الله عز وجل قد ذهب تماما ذهب تماما كنت عندما أجلس في بعض الأحيان من النوم أتألم كثيرا لا أستطيع أن أمشي على قدمي لوجود النتوء وإلا لمسافة ويعني القدم تأخذ أو تتطبع شيئا فشيئا وبحمد الله عز وجل ذهب تماما لا إبرا ولا عملية ولا علاج ولا أي شيء فعلى كل الأحوال هذا هو التين بفوائده مع ثواب وأجر قراءة سورة التين أنا اختزلت الموضوع لأنه طويل جدا وفي خدمتكم إن شاء الله برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام